روى الترمذي عن محمد بن واسع رحمه الله تعالى قال قدمت مكة فلقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فحدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة اختلف العلماء في هذا الحديث من حيث الصحة والثبوت وسبب اختلافهم رحمه الله تعالى يرجع إلى اختلافهم في توثيق بعض رواته واختلفوا كذلك في طرق الحديث أما من رأى أن الحديث يتقوى بمجموع طرقه وإن كان كل منها لا يخل من مقال أثبت الحديث ومن العلماء من قال هذا الحديث لا بأس به ومنهم من قال إسناده متصل حسن ورواته ثقات أثبات ومن من صححه الإمام الحاكم وقال على شرط الشيخين وكذلك الإمام المنذري قال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده متصل حسن ورواته ثقات أثبات وقال الشوكاني الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا قال رحمه الله تعالى وإن كان في ذكر العدد على هذه الصيغة نكارا وقال الألباني رحمه الله تعالى حديث حسن لغيري وللحديث طرق أوصلها الألباني في الصحيحة إلى سبعة قد بالغ الشيخ في تقوية الحديث كذلك وأما من رأى من أهل العلم أن طرق الحديث لا يقوي بعضها بعضا حكم بضعفه ونكارته ومنهم من حكم بغرابته وخطأه وهم أكثر الأئمة ومن هؤلاء الترمذي وأبو حاتم والدار قطني والنسائي والداريمي وأبو زرعة وقال ابن القيم حديث معلول لا يثبت نقله والخلاصة أن يقال إن الشأن في هذا الحديث شأن كثير من الأحاديث المختلف في ثبوتها بين أهل العلم لاعتبارات مختلفة وعلى كل حال هذا الحديث حديث دعاء دخول السوق من أحاديث فضاء الأعمال والعلماء والحمد لله يسهلون في شأنها ما لا يسهلون في غيرها من أحاديث الإيمان والأحكام فالعمل بهذا الحديث جائز يثاب فاعله إن شاء الله والذكر بصورة عامة مطلوب في الأسواق والمجالس وعلى الفراش وفي كل مكان وفي كل الأحوال قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة وقال عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ولا تثريب على من ترك العمل بهذا الحديث لضعفه وغرابته وأنا كرجل من العوام أقلد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال الألباني حديث حسن لغيري الأمر واسع الحمد لله رب العالمين والذكر مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت ووحي لا يموت بيدهر خير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة الله عز وجل أعلى وأعلم